حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن هلالي بن يساف عن ربيعي بن عميلة عن صمورتا بن جند بن أمن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسمي غلامك أفلح ولا نجيحا ولا يسارا ولا رباحا فإنك إذا قلت أثم هو أو أثم فلان قالوا لا حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا شعبة عن شيخ من بني قشير قال روح قال سمعت سوادة القشيرية وكان إمامهم قال سمعت سمرة بن جند بن يخطب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر حنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت معبد بن خالد يحدث عن زيدي بن عقبة عن صمورتا بن جند بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح أسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية حسنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن صمورتا بن جند بن قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتاني في صلاته وقال عمران بن حسين أنا ما أحفظهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتبوا في ذلك إلى أبي بن كعب يسألونه عنه فكتب أبي أن سمرة قد حفظ حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن صمورتا بن جند بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي العصر قال ابن جعفر سئل عن صلاة الوسطى حسنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد ويزيد قال أخبرنا سعيد وبهز حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن صمورتا بن جند بن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل غلمين رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه وقال بهز في حديثه ويدم ويسمى فيه ويحلق قال يزيد رأسه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد وبهز حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن صمورتا بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال العمر جائزة لأهلها قال ابن جعفر في حديثه لأهلها أو ميراث لأهلها حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن صمورتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وشك فيه في كتاب البيوع فقال عن عقبتا أو صمورتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما حدثنا محمد بن جعفر ومحمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن صمورتا بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه هو قال ابن بشر حتى تؤدي حدنا بهز حدثنا همام ويزيد وحدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثني قدامة بن وبرت رجل من بني عجيف عن صمورتا بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك جمعة فيه غير عذر فليتصدق بدنار فان لم يجد فنصف دينار حتى نابهز وعفان قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن صمورتا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار من غيره حثنا بهز وعبد الصمد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمت ومن أغتسل فذلك أفضل قال عبد الصمد في حديثه حدثنا قتادة حثنا بهز وعبد الصمد قال حدثنا همام عن قتادة قال عبد الصمد حدثني قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح المرأة الوليان فهي للأول منهما وإذا بيع البيع من الرجلين فهي للأول منهما حثنا بهز وعفان قال حدثنا أبان حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال حافظوا على الصلوات قال عفان الصلاة والصلاة الوسطى وسماها لنا إنما هي صلاة العصر حثنا بهز حدثنا أبان حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حناي في يوم مطير الصلاة في الرحال حثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف قال وحدثني رجل قال سمعت سمرة يخطب على منبر البصرة وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة خلقت من ضلع وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها فضارها تعش بها حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن أبي رجاء العطاردي حدثنا سمرة بن جند بن الفزاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص قال وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتني الليلة أتياني وإنهما ابتعثني وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما وإنه أتينا على رجل متاجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي عليه بصخرة لرأسه فيثلغ بها رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر يأخذه فما يرجع يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى قال قلت سبحان الله ما هذاني قال قال لي انطلق انطلق فانطلقت معهما فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بقلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شطقه إلى قفاه ومنخراه إلى قفاه وعيناه إلى قفاه قالا ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل الجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح الأول كما كان ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى قال قلت سبحان الله ما هذاني قال قال لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فأتينا على مثل بناء التنور قال عوف وأحسب أنه قال وإذا فيه لغة وأصوات قال فاطلعت فاطلعت فإذا فيه رجال ونساء عرات وإذا هم يأتيهم لهيب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضا وقال قلت ما هؤلاء قال قال لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه قال أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل يسبح ثم يأتي ذلك الرجل الذي قد جمع الحجرة فيفغر له فاهو فيلقمه حجرا حجرا قال فينطلق فيسبح ما يسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاهو ألقمه حجرا قال قلت ما هذا قال قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة كأكرهما أن ترى إن رجلا مرأة فإذا هو عند نار له يحشها ويسعى حولها قال قلت لهما ما هذا قال قال لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فأتينا على روضة معشبة فيها من من كل نور الربيع قال وإذا بين ظهراني الروضة رجل قائم طويل لا أكدوا أن أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر وداء رأيتهم قط وأحسنه قال قلت لهما ما هذا وما هؤلاء قال قال لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فانتهينا إلى دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن قال فقال لي ارق فيها فارتقينا فيها فانتهيت إلى مدينة مبنية بلا بأن ذهب ولا بأنفضة فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتيح لنا فدخلنا فلقينا فيها رجالا شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رأى وشطر كأقبح ما أنت رأى قال فقال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فإذا نهر صغير معترض يجرك أنما هو المحضو في البياض قال فذهبوا فوقعوا فيه فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم وصاروا في أحسن صورة قال فقال لهذه جنة عدن وهذاك منزلك قال فبينما بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء قال لهذاك منزلك قال قلت لهما بارك الله فيكم ذران فلا أدخله قال قال لي الآن فلو أنت داخله قال فإني رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت قال قال لي أما إن سنخبرك أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر فإنه رجل يأخذ القرآن فيرفضه وينامه عن الصلوات المكتوبة وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شطقه إلى قفاه وعيناه إلى قفاه ومنخراه إلى قفاه فإنه الرجل يخدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق وأما الرجال والنساء العراط الذين الذين في بناء مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني وأما الرجل الذي يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربابة أما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها فإنه مالك خازن جهنم وأما الرجل الطويل الذي رأيته في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام وأما الودان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين وأما القوم الذين كان شطر منهم حسنا وشطر قبيحا فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنهم سمعت من عبادي بن عباد يخبر به عن عوف عن أبي رجاء عن سمرة سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيتدهده الحجر هاهنا قال أبي فجعت أتعجب من فصاحة عباد حنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير عن حسين بن أبي الحري عن سمرة بن جنز بن قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الحجم فأتاه بقرؤ فأزمه إياها قال عفان مرة بقرن ثم شراطه بشفرة فدخل أعرابي من بني فزارة أحد بني جذيمة فلما رأاه يحتجم ولا عهد له بالحجامة ولا يعرفها قال ما هذا يا رسول الله على ما تدع هذا يقطع جدك قال هذا الحجم قال وما الحجم قال هذا من خير ما تداوى به الناس حثنا عفان حدثنا همام حدثني سوادة قال سمعت سمرة بن جنز بن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي غرنكم نداء بلال فإن في بصره سوء ولم بياض يرى بأعلى السحر حثنا عفان حدثنا وهيب ويزيد بن زريع قال حدثنا داود وعن أبي قزعة عن الأسقعي بن الأسلعي عن سمرة بن جند بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزاري في النار حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال سم أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم قال أبي وحدثنا حسين حدثنا شيبان عن قتادة قال وحدث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول سم أبو العرب ويافث أبو الروم وحام أبو الحبش حدثنا عبد الوهاب حدثنا عوف عن أبي رجاء عن سمرة بن جند بن قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري برجلا يسبح في نهر ويلقم الحجارة فسألت ما هذا فقيل لي آكل الربا حدثنا يونس بن محمد حدثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسب المال والكرم التقوى حدثنا يونس بن محمد وحسين قال حدثنا شيبان عن قتادة وسمعت أبا نظرة يحدث عن سمرة بن جند بن أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوتته حثنى أبو النظري عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ولم يسمعه منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتال عبده قتلناه ومن جدعى عبده جدعناه حثنى علي بن عاصمين عن خالد الحذاء عن أبي قلبة عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصو من ثيابكم البيضة وكفين فيها موتاكم حثنى حسن بن موسى حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الملك عن زيدي بن عقبة الفزاري قال دخلت على الحججي بن يوسف فقلت أصلح الله الأمير ألا أحدثك حديثا حدثنيه سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال بل قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل كالدنيا كد بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء تركه إلا أن يسأل رجل ذا سلطاء أو يسأل في أمر لا بد منه حسنى حسن بن موسى حدثنا زهير عن منصور عن هلالي بن يساف عن ربيعي بن عميلة عن صمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى أربع لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله لا يضرك بأيهن بدأت لا تسمي أن غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلحا فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا إنما هن أربع لا تزيدن علي حتى نروح حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن صمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى ترقوتته حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن إبراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه عند مفلص بعينه فهو أحق به عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب بما نيح عليه حدثنا حسن بن موسى حدثنا سعيد بن بشير حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتدل في الجلوس وأن لا نستوفز حدثنا 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 الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحضر الجمعة ودنه من الإمام فإن الرجل لا يتخلف عن الجمعة حتى إنه لا يتخلف عن الجنة وإنه لمن أهليها حدثنا روح حدثنا أشعث عن الحسن عن سمرة بن جند بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة الغدات فهو في ذمة الله فلا تخفر الله تبارك وتعالى في ذمته حدثنا روح من كتابه حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سم أبو العرب ويافث أبو الروم وحام أبو الحبش وقال روح ببغداد من حفظه ولد نوح ثلاثة سام وحام ويافث حدثنا سليمان بن داود الطيالسي حدثنا عمران عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاء يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبتعى على بيعه حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح وليان فهي للأول وإذا باع وليان فالبيع للأول حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن إبراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حملت حواء طاف بها أبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسموه عبد الحارث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره قال عبد الله وجدت في كتاب أبي بخط يده وأكبر ظن أني قد سمعته منه قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ قال وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه حدثنا قتادة عن يحيى بن مالك عن سمرة بن جند بن أمن النبي صلى الله عليه وسلم قال احضروا الذكر وادنوا من الإمام فإن الرجل ليزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ حدثني أبي عن مطر عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تطلق الأجلاب حتى تبلغ الأسواق أو يبيع حاضر لباد حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يزيد بن زري عن حدثنا شعبة وعن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فبها ونعمة ومن أغتسل فذاك أفضل حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكحت المرأة زوجين فهي للأول منهما وإذا بيع البيع من رجلين فهو للأول منهما حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه حدثنا سريج بن النعمان حدثناه شيم عن يونس عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يملأ الله عز وجل أيديكم من العجمي ثم يكونوا أصداً لا يافرون فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيأكم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن إسماعيل يعني ابن أبي خالد قال سمعت الشعبية يحدث عن سمرة بن جند بن قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقال هاهنا أحد من بني فلاء قالوا نعم قال إن صاحبكم محتبس على باب الجنة في دين عليه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جند بن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتال عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه حان محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن سلمة بن كهيل عن هلالي بن يساف عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن عليه وقال أربع من أطيب الكلام وهن من القرآن لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم قال لا تسمي أن غلامك أفلحا ولا نجيحا ولا رباحا ولا يسارا حثنا عفان حدثنا يزيد بن زريعا حدثنا يونس عن الحسن عن سمرة قال كان إذا كبر سكتهنية وإذا فرغ من قراءة السورة سكتهنية فأنكر ذلك عليه عمران بن حسين فكتبوا إلى أبي بن كعب فكتب أبي يصدقه حدثنا عبد الوهاب الخفاف حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جار الداري أحق بالداري وعسمرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الوسطى صلاة العصر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطال عبده قطناه ومن جدعه جدعنه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه مع الغلام عقيقته تذبح عنه يوم سابعيه ويسمى ويحلق رأسه حتى عبد الصمد حدثنا ثابت يعني أبا زيد حدثنا عاصم ذكر أن الذي يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في النبيذ بعد ما نهى عنه منذر أبو حسان ذكره عن سمرة بن جندب وكان يقول من خالف الحجاج فقد خالف حتى علي بن عاصمين حدثنا سليمان التيمي عن أبي العلاء بن الشخيري عن سمرة بن جندب قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بقصعة فيها ثريد قال فأكل وأكل القوم فلم يزل يتداولونها إلى قريب من الظهر يأكل كل قومين ثم يقومون ويجيء قوم فيتعاقبوه قال فقال له رجل هل كانت تمد بطعمين قال أما من الأرض فلا إلا أن تكون كانت تمد من السماء حسناه شيم حدثنا حميد عن الحسن قال جاءه رجل فقال إن عبدا له أبقى وإنه نذر إن قدر عليه أن يقطع يده فقال الحسن حدثنا سمرة قال قول ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمر فيها بالصدقة ونهى فيها عن المثلة حسناه شيم أنبأنا شعبة وغيره عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطال عبده قطناه ومن جدعه جدعناه حسنا معتمر بن سليمان قال سمعت الركين يحدث عن أبيه عن سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمي رقيقك أربعة أسماء أفلح ويسارا ونافعا ورباحا حسنا إسحاق حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كله لمن رهين بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى حسنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن سمرة ابن جنز بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم به هذه البياض فليلبسها أحياءكم وكفين فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم حسنا عمرو بن الهيثم أبو قطأ حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح الوليان فهي للأول منهما وإذا باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جنز بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو مالك الأشجعي عن نعيم بن أبي هند عن أبن سمرة ابن جنز بن عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل فله السلب حدثنا أبو معاوية حدثنا الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جنز بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا وشرخهم قال عبد الله سألت أبي عن تفسير هذا الحديث اقتلوا شيوخ المشركين قال يقول الشيخ لا يكد أن يسلم والشاب أي يسلم كأنه أقرب إلى الإسلام من الشيخ قال الشرخ الشباب حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سعيد بن عبيد بن زيدي بن عقبة عن أبيه عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن حسن إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الداري أحق بالداري حدثنا زكريا بن أبي زكريا حدثناه شيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء أحق بعين ماله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثني عبد الله بن سوادة عن أبيه عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يغر أنكم أذان بلال ولا هذا البيض لعمود الصبح حتى يستطير حسن يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا معبد بن خالد عن زيدي بن عقبة عن سمرة بن جند بن أمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح أسمى ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية حسن روح حدثنا سعيد وعبد الوهاب أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جند بن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الدجال خارج وهو أعور عين الشمال عليها ظفرة غليظة وإنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموت ويقول للناس أنا ربكم فمن قال أنت ربي فقد فتن ومن قال ربي الله حتى يموت فقد عصم من فتنته ولا فتنة بعده عليه ولا عذاب فيلبث في الأرض ما شاء الله ثم يجيء عيسى ابن مريم عليهما السلام من قبل المغرب مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملته فيقتل الدجالة ثم إنما هو قيام الساعة حثنا بهز حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر جائزة لأهليها حثنا بهز حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن يوم حناي كان يوما مطيرا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديه فنادى أن الصلاة في الرحال حثنا يحيى بن سعيد عن صفيان حدثني حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جند بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوء الثياب البيضى فإنها أطهر وأطيب وكفين فيها موتاكم حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الوسطى صلاة العصر حثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه ثم نسي الحسن قال لا يضمن حتنا يحيى عن اسماعيل يعني ابن ابي خالد عن عامر عن سمرة ابن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ذات يومين فقال هاهنا من البني فلاء احد مرتين فقال رجل هو ذا فك اني اسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صاحبكم قد حبس على باب الجنة بدايا كان عليه حثنا وكيع حدثنا ابو هلال عن سوادة ابن حنظلة عن سمرة ابن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع انكم من صحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطيل في الافق حثنا وكيع حدثنا همام عن قتادة عن قدامة ابني وبرتا عن سمرة ابني جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته الجمعة فليتصدق بدنار او بنصف دينار حثنا وكيع عن سوفيانا عن الاسود بن قيس العبدي عن ثعلبتا بن عباد عن سمرة ابني جندب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف فلم نسمع له صوتا حثنا يزيد بن هارون اخبرنا المسعودي وابون عيمين حدثنا المسعودي عن معبدي بن خالد عن زيدي بن عقبة عن سمرة ابني جندب قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية حثنا يزيد بن هارون اخبرنا حسين يعني المعلم عن عبدالله بن بريدة عن سمرة ابني جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امي فلاء ماتت في نفاسها فقام وسطها حثنا يزيد اخبرنا شعبة وعن الحكم عن عبدالرحمني بن ابي ليلى عن سمرة ابني جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى عني حديثا وهو يرى انه كاذب فهو احد الكاذبين حثنا محمد بن عبيد حدثنا مصعر عن معبدي بن خالد عن زيد عن سمرة ابني جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية حثنا يزيد بن هارون اخبرنا جرير بن حازمين قال سمعت ابا رجاء العطاردية يحدث عن سمرة ابني جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة الغدات اقبل علينا بوجهه فقال هل رأى احد منكم الليلة رؤيا فان كان احد رأى تلك الليلة رؤيا قصها عليه فيقول فيها ما شاء الله ان يقول فسألنا يوما فقال هل رأى احد منكم الليلة رؤيا قال فقلنا لا قال لكن انا رأيت رجلين اتيان فاخذ بيدي فاخرجاني الى ارض فضاء او ارض مستوية فمر بي على رجل ورجل قائم على رأسه بيده كاللوب من حديد فيدخله في شطقه فيشقه حتى يبلغ قفاه ثم يخرجه فيدخله فيدخله في شقه الاخر ويتائم هذا الشق فهو يفعل ذلك به قلت ما هذا قال انطلق فانطلقت معهما فاذا رجل مستلق على قفاه ورجل قائم بيده فهر او صخرة فيشدخ بها رأسه فيتدهد الحجر فاذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان فيصنع مثل ذلك فقلت ما هذا قال لي انطلق فانطلقت معهما فاذا بيت مبني على بناء التنور واعلاه ضيق واسفله واسع يقض تحته نار فاذا فيه رجال ونساء عرات فاذا اوقدت ارتفع حتى يكدوا ان يخرجوا فاذا خمدت رجعوا فيها فقلت ما هذا قال لي انطلق فانطلقت فاذا نهار من دمين فيه رجل وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة فيقبل الرجل الذي في النهر فاذا دنى ليخرج رما فيه حجرا فرجع الى مكانه مكانه فهو يفعل ذلك به فقلت ما هذا فقال انطلق فانطلقت فاذا لوضة خضراء فاذا فيها شجرة عظيمة واذا شيخ في اصلها حوله صبيان واذا رجل قريب منه بين يديه نار فهو يحششها ويقدها فصع دابي في الشجرة فادخلاني دارا لم ارى دارا قط احسن منها فاذا فيها رجال شيوخ وشباب وفيها نساء وصبيان فاخرجاني منها فصع دابي في الشجرة فادخلاني دارا هي احسن وافضل منها فيها شيوخ وشباب فقلت لهما انكما قد طوفتماني منذ الليلة فاخبراني عما رأيت فقال نعم اما الرجل الاول الذي رأيت فانه رجل كذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه في الافاق فهو يصنع به ما رأيت الى يوم القيامة ثم يصنع الله تبارك وتعالم به ما شاء واما الرجل الذي رأيت مستلقيا فرجل اتاه الله تبارك وتعالى القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل بما فيه بالنهار فهو يفعل به ما رأيت الى يوم القيامة واما الذي رأيت في التنور فهم الزنات واما الذي رأيت في النهر فذاك اكل الربا واما الشيخ الذي رأيت في اصل الشجرة فذاك ابراهيم عليه السلام واما الصبيان الذي رأيت فاولاد الناس واما الرجل الذي رأيت يقد النار ويحششها فذاك مالك خازن النار وتلك النار واما الدار التي دخلت اولا فدار عامة المؤمنين واما الدار الاخرى فدار الشهداء وانا جبريل وهذا ميكايلو ثم قال لي ارفع رأسك فرفعت رأسي فاذا هي كهيئة الصحاب فقال لي وتلك دارك فقلت له ما دعاني ادخل داري فقال لي انه قد بقي لك عمل لم تستكمله فلو استكملته دخلت دارك حفنا يزيد اخبرنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن الحسن عن سمورة بن جنز بن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سكتة سكتة حين يفتتح الصلاة وسكتة اذا فرغ من السورة الثانية قبل ان يركع فذكر ذلك لعمران بن حسين فقال لكذب سمورة فكتب في ذلك الى المدينة الى ابي بن كعب فقال صدق سمورة حثنا يزيد بن هارون اخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمورة رفعه قال من ملك ذا الرحمين فهو حر حثنا محمد بن ابي عادي عن داود يعني ابن ابي هند عن ابي قزعة عن الاسقعي بن الاسلعي عن سمورة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين من الازاري في النار حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت المهلب يخطب قال قال سمورة بن جند بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصل حين تطلع الشمس ولا حين تسقط فانها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان حثنا معاد بن هشامين حدثني ابي عن قتادة عن الحسن عن سمورة قال اصبتنا السماء ونحن مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فنادى الصلاة في الرحال حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عبد الملك بن عمير عن حسين بن ابي الحر عن سمورة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان من خير ما تداوى به الناس الحجم حثنا يحيى بن ابي بكير قال زهير بن معاوية حدثنا عبد الملك بن عمير حدثني حسين بن ابي الحر عن سمورة بن جند بن قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حجاما فامره ان يحجمه فاخرج محاجم له من قروء فازمه اياه فشرته بطراف شفرة فصب الدماء في اناء عنده فدخل عليه رجل من بني فزارت فقال ما هذا يا رسول الله على ما تمكن هذا من جدك يقطعه قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحجم قال وما الحجم قال هو من خير ما تداوى به الناس حدثنا الاشياب حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن حسين بن ابي الحر العنبري فذكر نحو حديث زهير حثنا عبد الرحمن بن مهدي وابو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جند بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فهو افضل حثنا عبد الرحمن بن مهدي وابو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جند بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعن بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار حدنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن عمر بن عطاء قال قال لي علي بن حسين اسم جبريل عليه السلام عبد الله واسم ميكايل عليه السلام عباد الله حثنا عبد الرحمن حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل حثنا ابو كامل حدثنا زهير حدثنا الاسود بن قيس حدثنا ثعلبة بن عباد العبدي من اهل البصرة قال شهدت يوما خطبة لسمرة بن جند بن فذكر في خطبته حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بين انا وغلام من الانصار نرمي في غرضين لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كانت الشمس قيد رمحين او ثلاثة في عين الناظر اسودت حتى آضت كأنها تنومة قال فقال احدنا لصاحبه انطلق بنا الى المسجد فوالله لا يحدثن نشأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في امته حدثا قال فدفعنا الى المسجد فاذا هو بارز قال ووفقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج الى الناس فاستقدما فقام بنا كاطول ما قام بنا بنا في صلاة قد طول نسمع له صوتا ثم ركعك اطول ما ركع بنا في صلاة قد طول نسمع له صوتا ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية قال زهير حسبته قال فسلم فحمد الله واثنى عليه وشهد انه عبد الله ورسوله ثم قال ايها الناس انشهدكم بالله ان كنتم تعلمون اني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي عز وجل لما اخبرتمون ذاك فبلغت رسالات ربي كما ينبغي لها ان تبلغ وان كنتم تعلمون اني بلغت رسالات ربي لما اخبرتمون ذاك قال فقام رجال فقالوا نشهد انك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لامتك وقضيت الذي عليك ثم سكت وثم قالا اما بعد فان رجالا يزعمون ان كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من اهل الارض وانهم قد كذبوا ولكنها ايات من ايات الله تبارك وتعالى يعتبر بها عباته فينظر من يحدث له منهم توبة ويم الله لقد رأيت منذ قمت اصلي ما انتم لاقون في امر دنياكم واخرتكم وانه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا اخرهم الاعور الدجال ممسوح العين اليسر كأنها عين ابي يحيى لشيخ حينئذ من الانصار بينه وبين حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وانها متى يخرج او قال متى ما يخرج فانه سوف يزعم انه الله فمن امن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء بشيء من عمله وقال حسن الاشياب بسيئا من عمله سلف وانه سيظهر او قال سوف يظهر على الارض كلها الا الحرم وبيت المقدس وانه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيززلون زلزالا شديدا ثم يهلكه الله تبارك وتعالى وجنوده حتى ان جذم الحائط او قال اصل الحائط وقال حسن الاشياب واصل الشجرة لا ينادي او قال يقول يا مؤمن او قال يا مسلم هذا يهودي او قال هذا كفر تعالى فاقتله قال ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا امورا يتفاقم شأنها في انفسكم وتساءلون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا وحتى تزول جبال على مراتبها ثم على اثر ذلك القبض قال ثم شهدت خطبة لسامرة ذكر فيها هذا الحديث فما قدم كلمة ولا اخرها عن موضعها حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة اخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على سبعة احرف حدثنا عمر بن سعد ابو داود الحفري حدثنا سفيان عن الاسود بن قيس عن فعلبة بن عباد عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب حين انكسفت الشمس فقال اما بعد حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة اخبرنا يونس عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توشكون ان يملأ الله تبارك وتعال ايديكم من العجم وقال عفان مرة من الاعجم ثم يكونوا اصدا ليافرون يقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيئكم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن هشمين عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق حدثنا عبد الرحمن عن حمد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق الجوار او بالدار حثنا سريج بن النعمان حدثنا بقية عن اسحاق ابن ثعلبة عن مكحول عن سمرة ابن جنز بن قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتخذ المسجد في ديارنا وامرنا ان ننظفها حثنا الفضل بن دكا ينحدثنا المسعودي عن الحكم وحبيب عن ميمون ابن ابي شبيب عن سمرة ابن جنز بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوء الثياب البياضة فانها اطهر واطيب وكفين فيها موتاكم حثنا الحسن بن يحيى من اهل مرو وعلي بن اسحاق قال اخبرنا ابن المبارك عن وقاء ابن اسين عن علي ابن ربيعة عن سمرة قال قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فانها عن الدباء والمزفة حدثنا عبد الله حدثنا احمد بن جميل حدثنا ابن المبارك مثله حدثنا خلاف بن هشمين وعبد الواحد بن غياث قال حدثنا ابو عوانة عن الاسود بن قيسين عن ثعلبة عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حنا عفان حدثنا ابان العطار حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كله لمن مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الاذى ويسمى حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع حدثنا عفان حدثنا ابو عوانة حدثنا الاسود بن قيسين عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جند بن قال قام يوما خطبا فذكرا في خطبته حديثا قال بينما انا وغلام من الانصار نرم في غرضين لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلعت الشمس فكانت في عين الناظر قيد الرمحين وساق الحديث ثم قال اما بعد وقال ثم قبض اطراف اصابعه ثم قال او قام انا اشك مرة اخرى وقد حفظت ما قال قال فما قدم كلمة عن منزلتها ولا اخر شيئا وقد قال ابو عوانة بينما انا وغلام وغلام من الانصار وقال ايضا فسودت حتى اضت وقد قال ابو عوانة زول ولكنها زول اصوب حدثنا خلف بن هشام وعبد الواحد بن غياث قال حدثنا ابو عوانة عن الاسود بن قيسين عن ثعلبة عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حثنا علي حدثنا معاذ حدثني ابي عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل حثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلامين مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويدم حدثنا عفان حدثنا ابان العطار حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الا انه قال ويسمى قال همام في حديثه وراجعناه ويدم قال همام فكان قتادة يصف الدم فيقول اذا ذبح العقيقة تأخذ صوفة فتستقبل اوداج الذبيحة ثم توضع علي فوخ الصبي حتى اذا سال غسل رأسه ثم حلق بعد حثنا عفان حدثنا همام اخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار احق بالدار من غيره حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سليمان التيمي عن ابي العلاء عن سمرة بن جند بن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بقصعة فيها ثريد فتعاقبوها الى الظهر من غدوة يقوم ناس ويقعد اخرون قال له رجل هل كانت تمد قال فمن اي شيء تعجب ما كانت تمد الا منها هنا واشار الى السماء حثنا يزيد بن هارون اخبرنا هشام عن الحسن عن سمرة بن جند بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قطال عبده قطمناه ومن جدع عبده جدعناه حدثنا يزيد بن هارون عن ابي امية شيخ له حدثنا حدثنا الحسن عن سمرة قال ومن اخصى عبده خصينه حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا شعبة وابو داود اخبرنا هشام عن قطادته عن الحسن عن سمرة بن جند بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الداري احق بالداري حدثنا يزيد اخبرنا المسعودي عن حبيبي بن ابي ثابت والحكم عن ميمون بن ابي شبيب عن سمرة بن جند بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصوء الثياب البيضة فانها اطيب واطهر وكفين فيها موتاكم حدثنا يزيد اخبرنا بقية بن الوليد عن اسحاق ابن ثعلبة عن مكحول عن سمرة بن جند بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعاطى احدكم من اسير اخيه فيقتله حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا الحجاج بن ارطأة عن سعيدي بن زيدي بن عقبة عن ابيه عن سمرة بن جند بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصاب متاعه بعينه فهو احق به ويطبع صاحبه من اشتراه منه وقال يزيد مرة من وجد متاعه حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا شعبة قال سمعت سوادة القشيرية يحدث عن سمرة بن جند بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انه قال لا يغر انكم اذان بلال ولا هذا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير او ما بيده هكذا واشار يزيد بيده اليمنى حثنا يزيد اخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جند بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحمين محرمين فهو عاتيق حثنا اسحاق بن يوسف اخبرنا عوف وهوذة حدثنا عوف حدثنا شيخ من بكر بن ويل في مجلس قسامة قال دخلت على سمرة وهو يحتجم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من خير دوائكم الحجامة حثنا ابو قطع حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انكح الولياني فهو للاول منهما واذا باع بيعا من رجليني فهو للاول منهما حثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة عن ابي نضرة عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان منهم من تأخذه النار الى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار الى حجزته ومنهم من تأخذه النار الى ترقوتته حثنا روح حدثنا هشام بن ابي عبد الله وحماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة زوجها ولياني فهي للاول منهما وايما رجل باع بيعا من رجليني فهو للاول منهما حثنا هشام بن عبد الملك اخبرنا ابو عوانة وعفان حدثنا ابو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير عن حسين رجل من بني فزارة عن سمرة ابن جنز بن قال اتنبي الله صلى الله عليه وسلم اعرابي وهو يخطب فقطع عليه خطبته فقال يا رسول الله كيف تقول في الضابق قال امة مسيخت من بني اسرائيل فلا ادري اي الدواب مسيخت حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن عبد الملك عن حسين بن قبيصة الفزاري عن سمرة ابن جنز بن قال سأل اعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حثنا سليمان بن داود حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جنز بن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر مناديه فنادى في يومين مطير الصلاة في الرحال حثنا عبد الصمد حدثنا جرير بن حازمين حدثنا عبد الملك ابن عمير عن حسين بن ابي الحر عن سمرة ابن جنز بن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحتاج مبقر ويشرط بطرف سكيء فدخل رجل من شمخ فقال له لما تمكن ظهرك او عنقك من هذا يفعل بها ما ارى فقال هذا الحجم وهو من خير ما تدويتم به حثنا عبد الصمد حدثنا ابي حدثنا حسين حدثنا ابن بريدة انه سمع سمرة ابن جنز بن يقول انه لا يمنعني ان اتكلم بكثير مما كنت اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هاهنا من هو اكثر مني وكنت ليلة اذ غلاما واني كنت لا احفظ ما اسمع منه صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل على امي كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها حثنا يحيى بن سعيد وابن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جند بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتال عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه قال يحيى ثم نسي الحسن بعد فقال لا يقتل به حثنا يحيى بن سعيد عن ابن ابي عروبة وابن جعفر حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جند بن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قال يحيى ثم نسي الحسن فقال اذا اختلف الصنفان فلا بأس حثنا يحيى حدثنا حسين المعلم حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة ابن جند بن قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها حثنا وكيع حدثنا مسعر وصفيان عن معبدي بن خالد عن زيدي بن عقبة عن سمرة ابن جند بن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية حثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن ميمون ابن ابي شبيب عن سمرة ابن جند بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه المسائل كالدنيا كد بها احدكم وجهه وقال ابن جعفر كدوح يكدح بها الرجل الا ان يسأل ذا سلطاء اوي في امر لا بد منه حثنا وكيع حدثنا سفيان عن الاسود بن قيسين عن ثعلبت بن عباد عن سمرة ابن جند بن امن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف فلم يسمع له صوت حدثنا وكيع قال قال شعبة وحدثنا الحكم عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكذبين حثنا وكيع حدثنا اسماعيل عن الشعبي عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فقال هاهنا من بني فلاء احد ثلاثا فقال رجل انا قال فقال ان صاحبكم محبوس عن الجنة بدينه حثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن هلال ابن يساف عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الكلام بعد القرآن اربع وهي من القرآن لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر حدثنا محمد بن جعفر عفان قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي الليل قال عفان في حديثه اخبرنا الحكم قال سمعت ابن ابي الليل عن سمرة ابن جند بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكذبين وقال عفان ايضا الكذابين حدثنا وكيع حدثنا يزيد يعني ابن ابراهيم عن الحسن عن سمرة قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الا نهانا عن المثلة وامرنا بالصدقة حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت المهلب ابن ابي صفرة قال قال سمرة ابن جند بن عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لا تصل حين تطلع الشمس فانها تطلع بين قرن شيطاء ولا حين تغيب فانها تغيب بين قرن شيطاء حدثنا ابو كامل حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحمين محرمين فهو حر حدثنا ابو كامل حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين اذا دخل في الصلاة واذا فرغ من القراءة فانكر ذلك عمران بن حسين فكتبوا الى ابي بن كعب يسألونه عن ذلك فكتبوا ان صدق سمرة حثنا محمد بن بكر اخبرنا عثمان بن سعد الكاتب قال قال لي ابن سيرين صنعت سيفي على سيف سمرة وقال سمرة صنعت سيفي على سيف النبي صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا حثنا هشيم اخبرنا حجاج بن ارطاط عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم حثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري حدثني ابي عن الشعبي عن سمعنا بن مشنج عن سمرة بن جنز بن قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال ها هنا من بني فلاء احد قال ها ثلاثا فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الاولين ان تكون اجبتني اما اني لم انوه بك الا لخير لخير ان فلانا لرجل منهم مات انه مأسور بدينه قال قال لقد رأيت اهله ومن يتحزن له قد ضوى عنه حتى ما جاء احد يطلبه بشيء حدثنا عفان حدثنا ابو عوانة عن فراس عن الشعبي عن سمرة فذكر الحديث حدثنا ابو سفيان المعمري عن صفيان عن ابيه عن الشعبي عن سمعنا بن مشنج عن صمرة بن جنز بن فذكر الحديث حدثنا عبد الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة تحدثنا وكيع عن ابيه عن سعيدي بن مسروق عن الشعبي فذكر هذا الحديث فحدثت به ابي فقال لم اسمعه من وكيع حسنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب وروح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم به هذا البياض فيلبسه أخياركم وقال روح فليلبسه أحياؤكم وكفين فيه موتاكم فإنه من خير ثيابكم حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال قال سمرة فذكره وذكر يعني عفان عن وهيب أيضا ليس فيه أبو المهلب حدثنا عبدة حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حائطا على أرض فهي له حدثنا عبد الوهاب عن سعيد مثله إلا أنه قال من أحاط حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله عن عبد الملك بن عمير عن حسين بن قبيصة عن سمرة بن جند بن قال سأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقطع عليه خطبته فقال يا رسول الله ما تقول في الضباب فقال مسيخت أمة من بني إسرائيل فالله تبارك وتعالى أعلم في أي الدواب مسيخت حثنا عبد الصمد وعفان قال ثنا هشام حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جند بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق حثنا عبد الصمد وعفان قال ثنا حماد بن سلمة أخبرنا الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبيه عن سمرة بن جند بن أن رجلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك أن دل واندليت من السماء فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخذ بعرقي بها فشرب منه شربا ضعيفا قال عفان وفيه ضعف ثم جاء عمر رضي الله عنه فأخذ بعرقي بها فشرب حتى تضلع ثم جاء عثمان رضي الله عنه فأخذ بعرقي بها فشرب فان تشطت منه فان تضح عليه منها شيء حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن سمرة بن جند بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة فأنكر ذلك عمران بن حصي وكتبوا إلى أباي بن كعب فكتب إليهم أن صدق سمرة حثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة الفزاري عن صمرة بن جند بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى أربع لا إلها إلا الله هو سبحان الله والحمد لله والله أكبر ليضرك بأيهن بدأث ولا تسمي أن غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي حدثنا إسماعيل حدثنا يونس عن الحسن قال قال سمرة حفظت سكتتين في الصلاة سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ وسكتت إذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع قال فأنكر ذلك عليه عمران بن حصين فكتبوا إلى أبي في ذلك إلى المدينة قال فصدق سمرة حان أسود بن عامر حدثنا حماد عن يونس عن الحسن عن سمرة بن جند بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشكوا أن يملأ الله تبارك وتعالى أيديكم من الأعاجم ثم يجعلهم الله أسدا لا يفرون فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيئكم حدثنا مؤمل حدثنا حماد أخبرنا يونس عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشكوا أن يملأ الله أيديكم فذكر مثله حسنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا يونس عن الحسن عن سمرة بن جند بن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وشكون أن يملأ الله تبارك وتعالى أيديكم من العجميث ثم يكونوا أصدا ليافرون فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيئكم حدثناه شيم أخبرنا يونس عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله قال أبي وحدثناه سريج بن النعماني حدثناه شيم عن يونس عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حنا عفان حدثنا حماد عن قتادة وحميد عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق الجوار حنا عفان حدثناه همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو يأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع حنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قال ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جنز بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق حنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمر جائزة حثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر حثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كل غلمين رهينة لعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويدم حثنا عفان حدثنا همام اخبرنا بشر بن حرب عن صمورة ابن جنز بن قال احسبوه مرفوعا من نسيها صلاة فليصليها حين يذكرها ومن الغدي للوقت حدثنا يونس وسريج قال ثنا حماد عن بشر قال سمعت سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك افضل حثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان يوم حناي كان يوما مطيرا فامر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه ان صلاة في الرحال حدثنا عفان حدثنا ابان حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة مثله سواء حثنا عفان حدثنا حماد اخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على ثلاثة احرف قال عفان مرة انزل القرآن كثيرا حثنا عفان حدثنا حماد اخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تزوج الرجلان المرأة فالاول احق واذا اشترى الرجلان البيعة فالاول احق حثنا عفان حدثنا حماد اخبرنا حانا قتادة عن الحسن عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة حانا عفان اخبرنا شعبة اخبرني عبد الملك ابن عمير قال سمعت زيد بن عقبة قال سمعت سمرة ابن جند بن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء ابقى على وجهه ومن شاء تركه الا ان يسأل الرجل ذا سلطاء او يسأل في الامر لا يجد منه بدا قال فحدثت به الحجاج فقال سني فاني ذا سلطاء